إلا أن أبرز الأعمال التي إن شاء الله ستتناقش مواضيع تعلق في مجال أعمال واشتراطات السلامة يمكن موضوع تخصيص أعمال السلامة كما تعلم أنه النمو السكان الذي حدث في دول المجلس وكذلك الاتساع السريع والكبير يتطلب أن نخصص بعض الأعمال للمكاتب الاستشارية والمكاتب الهندسية المؤهلة في هذا الغرض بأن تقوم بدورها مع أجهزة الدفاع المدني في دول المجلس التعاون وهذا من أبرز المواضيع التي إن شاء الله تناقش إلى جانب بحث إيجاد مركز دراسات موحدة لدول المجلس التعاون وكذلك التدريب يأخذ نصيب كبير من هذا الاجتماع